تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدي هذه السلسلة من اللايفات في المناطق المحتلة في مخيمات العزة والكرمة في زريبة السادس في الجزائر الأبية في موريتانيا الشقيقة في كل دول المعمور وفي كل القارات أحييكم هذا اللايف الأول اليوم اللي من خلاله سنتحدث لماذا يجب أن نردد جميعا ويجب أن نسعى جميعا ويجب أن نذهب جميعا إلى هذا هذا الأمل هذا الأمل الكبير أمل الشعب الصحراوي أن الدولة الصحراوية هي الحل الدولة الصحراوية هي الحل لكل الصحراويين بل قد تكون كذلك هي حلا للشعب المغربي قد تكون كذلك سبباً في أن يتخلص الشعب المغربي من الديكتاتورية والفساد ومن النظام الملكي الذي سطى على كل شيء وينتقم كل يوم من الأحرار المغربة ويسلب حقوق المغربة كما يسلب حقوق الصحراويين هذا العنوان مستوحى من بعض الأحداث التي نشاهدها على مستوى خصوصاً في المناطق المحتلة هذا الأمر شفناه بالخصوص مع قضية نتابعها منذ أشهر والتي هي قضية ضحايا القرار في مدينة الداخل المحتلة ضحايا القرار اللي هما صحراويين انتزعت أرضهم ومجموعة كما يعني قصة الشعب صحراوي كامل الذي انتزعت منه أرضه بالكامل هؤلاء مجموعة انتزعت أرضهم للمرة الثانية يعني اليوم المحتل المغربي يقوم بعملية اجتفاث هذه الأرض وتقديمها طبعاً لمن؟ لمافيات المخزن مافيات الملكية اللي ممكن أن تساعده في إطالة أمدي الصراع وليس في أمدي إيجاد الحل كل السحراويين يعني خصوصاً الذين يؤمنون برأي آخر ونحن لا يمكن أن نصادر أراء الجميع يعني كما نؤمن بأن لدينا الحرية في اختيار رأي معين أو توجه معين أو أفكار معينة لا يمكن أن نصادر أفكار الآخرين ولا يمكن أن نصطو على أفكار الآخرين ولكن بالتأكيد أن الأحداث ستتكفل بذلك ستتكفل بأن تفتح أعين الصحراويين في كل مكان إلى ضرورة أن يجب أن يتمسكوا بالدولة الصحراوية لأنها هي الحل اللي ممكن على أنك تحصل من خلالها على حقوقك وممكن على أنك إن خاطبتها تجيبك وإن استأجرت بها تجرك وإن لجأت إليها تحتضنك بخلاف المخزن بخلاف الملكية اليوم اللي أجد هذه المجموعة يعني تخاطبوها وتخاطب الملكة بالأساس لمدة أشهر وكل ما خاطبت الملك وكل ما حاولت بطريقة أو بأخرى أن تمجد أو أن تضع الملف يعني بطريقة دبلوماسية أن تضع الملف عند الملك ظنا أنه الملك هو الذي ممكن على أنه يحقق موراد هذه الجماعة اللي هي لا تطالب سوى بحقها أي أنها تستعيد أرضها لكن كل ما تقدمت في هذا الاتجاه كل ما جاءها الرد المخزني حقرة وظلما وتهميشا بل وقطعا للأرزاق بل وقطعا للأرزاق لأن هذه المجموعة اليوم تفاجأت بأن من كان منهم من يحصل على لنعاش صدقة المخزن فإنه قد حرم من النعاش اليوم فقط لأنه يطالب بحقه يعني خاصة يبقى محافظ على لنعاش اللي لا يسمينه ولا يغني من جوع واللي لن يقدم العيش الكريم لأي إنسان ولكنه يجعلك عبدا عند النظام اللي ممكن أنه يمشي لترابك ويقلعها منك القيلة من النهار ويمشي لقرار ويقلعه منك القيلة من النهار ويمشي لثرواتك البحرية في الداخل المحتلة ويقلعها منك القيلة من النهار ويمشي لفصفاتك في بكرة ويقلعه منك القيلة من النهار وحينما تطالب بحقك فإنه ينزع عنك لنعاش لأنه هو أصلا باغيك تم عبد لنعاش يعني باغيك أصلا تم عبد لريالين لأنها مقولة يستعملها المغربة بشكل كبير واللي يجوع كذا عزكم الله يتبعك يعني هذه سياسة المخزن لأنك شو هذا الموضوع مع سلسلة من الفيديوهات اللي انتشرت اليوم من خلال معتصم هذه المجموعة أمام مقر ما يسمى بولاية الداخل المحتلة واللي حقيقة يعني فيه أو في هذه التصريحات الواقع المر الواقع المر الواقع الحقيقي يعني الواقع الذي لا يرتفع الواقع الذي يعيشه الإنسان الصحراوي في مواجهة المحتل المغربي لأنه هذه أصلا تعليمات اللي جاية بانتساع أراضي الصحراويين جاية من الأقصر يعني كل من يقول لنفسه بأن هذه التعليمات جاية لا من عند واري الاحتلال والله جاية من عند وزارة الداخلية في الرباط فهو يكذب على نفسه هذه تعليمات جاية من الأقصر هذه تعليمات جاية من الأقصر بالأقصر احنا عارفين شكل اللي يسكن فيه وشكل اللي يتحكم فيه هذه التعليمات جاية من الأقصر لأجل هدفين واحد شن هو؟ هو نهب ثروة الصحراوي يعني قالوا لوالي الاحتلال على أنك ابحث لنا عن طريقة ممكن على أننا نقلع بها أتراب الناس ونعطوها لما يسمى بالمستثمرين الأجانب اللي هما في الحقيقة عملاء الاحتلال المغربي واللي جايبهم أصلا من أجل تعقيد المشكل كيف ما يعني جايب الأفارقة من جنوب الصحراء ويوطنهم في الصحراء الغربية كذلك يريد أن يأتي بما يسمون بالمستثمرين اللي هما عادة أصحاب مال فرنسيين والله غيرهم يعني من بعض الدول الأوروبية باش يعطيهم الأرض هناك وبعد ذلك يخلق لك مشكلة أخرى إضافية تنضافي لكل المشاكل اللي يوجد فيها هذا الملف لا يناقشوا هذا الموضوع كيف قلت لكم من خلال سلسلة الفيديوهات المنتشرة ولكن قبل ذلك وقبل أن نعرج على مجموعة أيضا من المواضيع لا ينمشوا لي أو قبل ذلك وشير إلى أنه وهذا من بابي ليس فقط من باب الزمالة والله من باب الإنسانية أن نعلن بأن الأخ محمد يحضي الصابي مدير شركة القرقرات الإعلامية الصحراوية المستقلة محمد يحضي الصابي قد تم اختطافه منذ ليلة أمس من طرف البوليس بوليس الاحتلال المغربي في محطة الوقود اللي يشتغل فيها بمدينة المرصى المحتلة بإقليم العيون المحتل اختطاف الأخ محمد يحضي الصابي تبعه مصير مجهول إلى حدود الآن حسب ما نشر هنا وهناك واللي متداول عن نقلا عن أسرته اللي إلى حدود الآن لا تعلم أين هو الأخ محمد يحضي الصابي اللي واحد من الكفاءات الإعلامية الصحراوية واللي كان تحت أعين المخابرات لأشهر عديدة واللي ذاك النهار استدعوه من أجل الاستماع إليه في محضر وهمي وبعد ذلك تم وضعه تحت الرقابة وتحت المراقبة بل وضعه يعني عدد من المخبيرين قرب منزله من أجل تتبع حركاته وكنا يعني نتوقع هذا الأمر يعني كنا نتوقع أنه يتم اختطافه في أي لحظة لأن جل الإعلاميين الصحراويين الذين يشتغلون في المناطق المحتلة توصلوا بالعديد من التهديدات في الفترة الأخيرة وبعضهم لا يستطيع الكتابة بحرية لا يستطيع الكتابة عن حرب الصحراء الغربية لأنه يعلم بأنها الذريعة التي ممكن أن ترسله إلى مخافر الشرطة وإلى دهاليز المخابرات المغربية وممكن أن تؤدي به بعد ذلك إلى السجن إذن كل التضامن مع الأخ محمد يحضيه الصابي المختطف الصحفي السحراوي المختطف من طرف البوليس الاحتلال المغربي في مدينة العيون المحتلة منذ منتصف ليلة البارحة وإلى حدود الآن مصيره مجهولا وكل ما يقع للأخ محمد يحضيه الصابي أو ما يمكن أن يقع له من ضرر فإن السلطات الاحتلال هي التي تتحمل المسؤولية بل يمكن أن نذهب بعيدا في ذلك لنقول بأنه من هو مسؤول عن السلامة وعن حرية الأخ محمد يحضيه الصابي هو ملك المغربي شخصيا ملك المغربي شخصيا ملك المغربي شخصيا الذي بالتأكيد أنه يتابع مثل هذه الملفات وبالتأكيد أنه لا يمكن أن يقوم بوليس الاحتلال المغربي بهذه الخطوة دون الرجوع إلى مستويات علية في زريبة السادس إذن نحمل مرة أخرى المسؤولية للنظام الملكي للنظام المجرم ونحمل المسؤولية كاملة لملك المغرب لملك المغرب الذي يطارد الأحرار والذي ينتقم من الأحرار والذي يطلق يده ويطلق زبانيته ويطلق بطانة السوء والذي قاعد أحذاه تسرق في أموال المغرب وتفسد في المغرب يمينا وشمالا وتنتقم من كل صاحب كلمة حق وتنتقم حتى من شخص يكتب في موقع إلكتروني ويمشي يخدم على أولاده في محطة بنزين بالله عليكم اليوم أليس من العار على دولة الاحتلال أليس من العار على دولة الاحتلال أن تذهب لشخص مسكين يعني يذهب من أجل إعالة أسرته في محطة ومحطة وقود براتب لا أعتقد على أنه يتجاوز 2000 درهم والله 3000 درهم والله 2500 درهم ويمشي ويعرق وينشف من أجل إعالة أسرته وفي النهاية يمشو البوليس من أجل اعتقاله واختطافه والذهاب به إلى مخافرهم بينما في المرصة المحتلة في المرصة المحتلة وأؤكد على المحتلة أن هناك فساد كبير جدا ملفات كبيرة جدا لصرقة المال العام ملفات كبيرة جدا مسؤولة عنها بضر المساوي والطيب المساوي والولد المساوي أخه المساوي والشيفور المساوي وأتباع المساوي ولا يستطيع هذا البوليس أن يحرك ساكنا ولا يستطيع هذا البوليس أن يختطف بضر المساوي ولا يستطيع هذا البوليس السياسي أن يقول للطيب المساوي من أين لك هذا ولا يستطيع البوليس السياسي أن يعيد أموال الشعب الصحراوي المسروقة يوميا والتي تنصرك يوميا تحت مسميات مختلفة ومن مجالس قالوا بأنها منتخبة وهي لا علاقة لها بالانتخابات ولا علاقة لها بالديمقراطية ولهذا نقول مرة أخرى أن الدولة الصحراوية هي الحل لهذا يعني واحد من المسببات واحد من المبررات واحد من الأدلة القطعية على أن القول بأن الدولة الصحراوية هي الحل هي مثل هذه السلوكات التي تتكرر يوميا في الزريبة كاملة وفي الصحراء الغربية حينما يشير صحفي إلى الفساد لا يعتقلون المفسدين بل يعتقلون الصحفي الذي أشار إلى الفساد يعتقلون صاحب الكلمة الحرة الذي فضح الفساد ولكنهم لا يستطيعون معاقبة المفسدين ولا محاكمة المفسدين ولا الزجر بالمفسدين في السجور ولذلك أصبح الفساد دولة أصبح الفساد أكبر من الدولة المغربية يعني دولة الفساد اليوم في المغرب دولة قائمة فات ببوليسها وبقضاتها وبأجهزتها وبإمكانياتها وأصبحت الزريبة خاصة عود دولة كباقي دول العالم متخلية عن هذا الدور إذن المسؤولية التي انحملوا مباشرة في قضية الأخ محمد يحضيه الصابي هي المسؤولية المباشرة للمالك المغرب كيفما هي كذلك المسؤولية مباشرة في عنق ملك المغرب فيما يتعلق بالمناضرة السلطان أخية واختها الواعرة وكل المناضلين والمناضلات الصحراويين الذين يختطفون فقط لأنهم يقولون كلمة حق والله لأنهم يعبرون عن رأيهم بينما الفساد حمدي وصاحب حمدي واللي خدام مع حمدي واللي بغي يدخل مع حمدي واللي بغي يشارك في الانتخابات مع حمدي واللي بغي يزوز الحمدي لمشاريع واللي بغي يسرق مع حمدي أولئك أحرار طلقاء لا أحد يتحدث معهم ولا نياب عامة تقول لهم لأينا لكم هذا ولا مخابرات تسألهم ولا مخابرات تتبعهم ولا مخابرات تقول لهم بأنكم مفسدين ولهذا نقول لكم مرة أخرى واسمعوها ودخلوها لأذنكم الدولة الصحراوية هي الحل الدولة الصحراوية هي الحل لكل هذا الشيء اللي نشوفه يوميا لكل ما نراه يوميا من سلسلة يعني سلسلة غير متناهية من الفساد ملفات غير متناهية من الفساد قصص يوميا للظلم والفساد والبوليس السياسي تابع لأحرار تابع اللي يكتب جملة تابع اللي يكتب تدوينة تابع اللي عنده موقع إلكتروني ومخالي اللي صارق الملاير واللي سابغة تراكس البلدية واللي سابغة وراسلها لوزين ويخدم بها ويملا حاسيها من بنزينة البلدية إذن كل التدامن مرة أخرى مع الأخ محمد يحظيه الصابي اللي يوجد في قبضة مخابرات الاحتلال المغربي وبالتأكيد أنهم يحضرون له تهمة من تهمهم البلد إذن يقول بلاه وزارة الدفاع الصحراوية تحت عدد 197 الذي صادر هذا اليوم خلال نهاري الأربعاء السادس والعشرين من ماي 2021 قصفت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات الاحتلال المغربي في المواقع التالية قصف ما كثاركم يا العياشة؟ ما كثاركم يا العياشة؟ تمام مين جوها والعياشة؟ إذن يقول بلاه وزارة الدفاع الصحراوية بأنه يوم الأربعاء السادس والعشرين من ماي 2021 اللي هو أمس سجل قصف مركز استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة ودي الزيات قطاع الفارسية قصف مكثف استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة الجبيلات الخضر قطاع المحبس أما اليوم الخميس السابع والعشرين من ماي فقد قصفت مفارز من جيش المغوار جحور قوات الاحتلال في المواقع التالية قصف عنيف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة روس السابطي قطاع المحبس وكذلك قصف مكثف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة روس سعودي امركباب وهذه الهجمات كما تعلمون بأنها مستمرة منذ الثالث عشر من نوفمبر 2020 إذن كما قلنا بأن الدولة الصحراوية هي الحل ولماذا يعني هي الحل لأن المحتل المغربي لأن المحتل المغربي كل من يظن بأنه عنده معاه مستقبل فهو واهم هذا المحتل المغربي ما عنده حتى مستقبل مع المغاربة المغاربة اللي ما عندهم لا جنسية أخر لا يمشوا يتبناؤها ولا وطن آخر ممكن على أنهم يأسوه بل هذن غاربة ولا مستقبل لهم مع الملكية ما عنده ما عنده مستقبل مع الملكية لأن الملكية هي المشكل الملكية هي المشكل الملكية هي المشكل الملكية بما أنها تسلطت على هذا الوطن اللي هو الصحراء الغربية وصلطت على المغرب في وقت سابق وجعلت من المغاربة أجيالا على أجيال أجيالا على أجيال يجي جيل ويمشي جيل يمشي ملك وجي ملك يمشي ما يسمى بسلطان وجي سلطان ولكن ماذا استفاد المغاربة من كل هذه الرحلة لم يستفيدوا سوى أنهم عملوا كالعبيد يعني كانوا يعاملون ولا يزالون إلى يومنا هذا كالعبيد يعني من يرغب في أن يحصل على حقه من النظام الملكي عليه أن يكون عبدا عليه أن يقبل الأياد وعليه أن ينزل ليسجد عند أقدام الحاكم وعليه أن يتمسح باسم الحاكم وعليه أن يسبح باسم الحاكم وعليه أن يعيش حياته كلها وهو يطبر للحاكم إذا أراد أن يحصل على حقه ليس على الامتيازات لأن الامتيازات رأي معطية فقط لفئة قليلة لكن إذا أراد أن يحصل على حقه يجب أن يقوم بهذه الأفعال السحراويون لقوا معاهم مشكلة يعني لقوا معاهم في تطويعهم لهذه الطريقة لقوا معاهم مشكلة ولكنهم استطاعوا أن يكونوا نخبة من السحراويين الفاسدين اللي أصبحوا أعوان المخزن واللي أصبحوا هم من أداة اللي تمرر من خلالها رسائل المخزن وآليات المخزن وخطط المخزن والسياسات وفي الداخل المحتلة حينما نتحدث عن قضية القرار أنه ما كان كذلك للمخزن وما كان للقصر في المغرب في الرباط بالتحديد على أنه يعطي التعليمات لممثله وللاحتلال البنعمار في الداخل المحتلة بأن يسطع على القرار وعلى الحريث لو لا كذلك مجموعة من السحراويين أنا قاد نقول خوانة لأنه ذا حكم قيمة ولكن نخلي الناس اللي موجودة فهم نخلي الضحايا هي اللي ممكن علينا تقولوا تسميهم خوانة ولا تسميهم قبل قعرهم قالوا معزكم الله يا الكليبة يا الكليبة كما ستسمعون في عدد من الفيديوهات هذا أعوان المخزن هم الذين يسرون الطريق للمخزن هم الذين يفتحون قنوات النهب والسطو للمخزن يعني أنا متأكد أنه في العيون المحتلة لا يمكن للمخزن أن يفعل كل ما يفعل اليوم في الصحراويين في العيون المحتلة دون وجود هذه الأيادي الصحراوية الممخزنة اللي قابلت على أنها من الله الله إلى الفيلات والقصور والطيلات ومحطات الوقود والتجزئات والبلانات وهلو مجرًا من الامتيازات ما كان أصلا مخزن ممكن على أنه يفعل كل ما يفعله اليوم من آليات التحكم من آليات التحكم اللي لا علقة لها لا بالديمقراطية ولا بالحق ولا بالشفافية ولا بالعيش الكريم ولا بأي شعارات من الشعارات التي يرفعها النظام أنه ما كان ممكن أن المخزن يصل إلى هذه الدرجة من الشيطين لو لا صحراويين على الأسف واليوم في الداخلة المحتلة اللي كان فيها أخناتوش العظيم اللي جاهم البارح وصل ما جاتهم الرحمة وصل ما زارتهم الرحمة أخناتوش العظيم صاحبه هوب السادس وصديقه هوب السادس واللي مدصره هوب السادس واللي مخليه أصلا يعني يسرق ملايير ملايير لملايير من أموال الشعب المغربي الجايلة من النهار دون أي محاكمة واللي أصلا يعني دافعه باش يقول ذاك النهار بأنه سيعيد التربية للمغاربة وهو راه أصلا يعني مكلف بهذه المهمة وراه يعدل إعادة التربية للمغاربة يعني راه خدام فيها يوميا راه التهميش والفقر وغياب الحقوق وعدم الإنصاف وعدم الإنصات إلى المواطن المغربي هذه كلها راه داخل في إطار ما يسمى بإعادة التربية رغم تمو يعلو التربية للمغاربة من أجل باش يتمو قايدينهم كيف القاطعة كل ما يشردوا شوي ارضوهم إلى المسار اللي رسموا المخزن إذن في الداخلة المحتلة اليوم جاه أخناتوش العظيم وظنوا بأنه أخناتوش العظيم سيستمعوا إليهم وأنه سيأخذ ملفهم وسيصدروا التعليمات ولا يتنحل مشكلتهم ولا يقفضوا حقوقهم ولا يقولهم وسمحوا أننا قاعدنا غالطين وهذا الوالي والله رانا قمنا عليه ورانا انترنا له وذنه ورانا كذا ورانا كذا من ذاك الخطاب اللي أصلا يعني خطاب وهمي وغير حقيقي لكن الذي حدث أنه لا استمع لهم أخناتوش العظيم ولا أعطاهم اعتبار أخناتوش العظيم ونقولكم أبعد من ذلك أنه حتى وإن استمع لكم أخناتوش العظيم شلي قدي يعدل فيما أصدره سيده وولي نعمته هل أخناتوش العظيم يقدي يقول لي هوبا السادس أنه هذو الناس رانا ظلمناهم ولا تعدينا عليهم والله رانك ظلمتهم وتعديت عليهم التعليمات جاية من عند هوبا السادس خاصكم تفهموها الأمور كاملة المرتبطة بتدبير ملف الصحراء الغربية كلها تصدروا من الملكية في المغرب يكذب عليكم الكذاب اللي يقولكم بأنه روما الله صحابه والله وحدين في القصر والله فؤاد هابط الحمى والله الداخلية والله الوالي فلاني والله المسؤول فلاني والله ليلى وعشي والله لا 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 هذا الشيء أكبر من ليلى وأكبر من قيس وأكبر من اللصوص كاملة اللي تشوفوا هذه مخططات تصنعوا في القصر وراها ناس يظنون بأنهم عباقرة ولكن عباقرة فاشعق عباقرة في خلط الأوراق عباقرة دائما في خلط الأوراق عباقرة في الخطط الفاشلة عباقرة في الصرقة عباقرة في النهب عباقرة في مقص طراب يعني قادين يقصوا طراب الناس ويقطعوها من هنا وهناك ويدوها ويعطوها لها فلان ويعطوها لفلان يلين يورم من الشحم ويلين تنتفكر شو من الأموال وبعد ذلك يمشوا له ودروحة ثانية كذلك يأكلوا معاه يلين حتى هو يورم وهكذا والقصة تبارك الله راكم عارفينها لا أنا لاحتاج نصرحها لكم انتم راكم شايفينه بأم العين وشايفينه من 75 من تاريخ دخول الاحتلال المغربي للصحراء الغربية للساقية الحمرة والتسعة وسبعين إلى يومنا هذا راكم شايفينه كذلك فواد الذهب يومياً وعافين الحقيقة ولا خالق صحراوي يحر ما هو عارف الحقيقة ولا خالق صحراوي اليوم ما هو عارف الحقيقة على أن هذا النظام هو سبب هذه المشاكل وعلى أن الدولة الصحراوية هي الحل الدولة الصحراوية هي الحل لكن كيف الكيف هو الذي مزلنا مختلفين عليه والله مزال تياسر من الناس مختلف عليه في المناطق المحتلة لأنها بين مطرقة الاحتلال وسندان أشياء أخرى لأنها عارفة راسة بأنها تحت فكي نظام ديكتاتوري ما وعر عليه يصنع لك ملف ويرسلك للحبس وكل من وقف في وجه المحتل المغربي حتى وينقولوا يا البليك يا نصرك الله وحافظك الله ويا أمير المؤمنين والشرفة وكذا والله هذا شيء كامل لن يفيد فيه شيء شفت هذا الخطاب لن يفيد فيه شيء وما هو سامع ولا غادل فيه ولا يبحث عنه ولا يبحث فيه شيء هذا جماد هذا جماد إذا كنتم تعتقدون أنه رأيكم تتكلموا مع إمسان مع بشر يمكن عنده الدم يعني يسري في عرقه وفي الشرايين ويمشي للقلب ويرجع فأنتم مؤهمون أنتم تتكلموا مع جماد الملكية في المغرب في علاقتها بقضايا البوسطة والكادحين جماد 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 تعرفوا جماد جماد ما فيها الروح تعرفوا ما فيها الروح ما فيها الروح ولكن حينما يتعلق الأمر بمصالح المخزن الشيطان الشيطان ما يرقد ما يرقد يلعتنتم وترقدو هو ما يرقد لا تتعلق الأمر بمصالحي والفلوس والثروات والتكديس الثروات والخطط والدسائس ما يرقد لكنه حينما يتعلق الأمر بمواطنين والكادحين والنساكل اللي ما عنده حد يوقف معاهم ما عنده حد يدافع عنهم ولا عندهم قناتي يقدوا يضغطوا بيها والله آل يضغطوا بيها جماد جماد أنه تحداكم وخاتر سلولوا بليون رسالة شفتوا أهل الداخلة المحتلة كابلين يكتبوا رسالة واحد 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 نتكلم عن الصحراوي لا نتكلم عن الناس اللي وافدين للداخلة المحتلة لو تكتبوا كلكم رسالة كل واحد يكتب رسالة يقولوا والله إحنا مجندين وراءك يا دجاجة الملك وإحنا رأنا مطيعين يا دجاجة الملك وإحنا رأنا عدل فينا اللي بغيت يا دجاجة الملك اللي أعطينا حقنا والله أعطينا البليد الفلاني والله أعطينا القرار الفلاني والله أعطينا الحلايث الفلانين والله لن يستمع إليكم تعرفوا جماد جماد يعني هذه عقلية هذه عقلية المخزن هذه عقلية الملكية عقلية الملكية كيف تهاك عقلية الملكية عندها مجموعة من من الأعوان أخناتوش العظيمة اللي جاكم فلان بن فلان علان بن علان كوريت بن زعتار هذا وهكا من اللي تشوفوا في البشهة يتجولون أحرار طلقاء يستالوا عندهم طبعا النفوذ معطية تعليمات على أن نفتح لهم الطريق في كل الاتجاهات ليفعلوا ما يشاءون جاكذا بعدكم قال لكم أخناتوش العظيم 400 فلاح ليه نعدوا لهنا نفعلوا لهنا نتركوا له وجد عليكم جد عليكم على أنه 400 فلاح في المغرب ليه نعطى لها الإمكانيات ليه نعطى لها التراب ليه منا عرفاش ليه المغرب منا عرف ليه يصدر البنان ويصدر جد عليكم هذا بياعي الوهم هذا أصلا بياعي الوهم هذا بيطانة السوء هذا بيطانة السوء اللي وضعهم ملك السوء ملك السوء ملك السوء وتحمل مسؤولة كلام يقد به ولن يخايف ولن يخايف لا من الموت ولا من الموت لا ينموت في الوقت اللي خاص يموت فيه ولن يخايف يغال نقولكم بأنه هذه بيطانة السوء جايبة السوء من منين من ايه جايب السور جايبته من الملك لو كان الملك عادل لو كان الملك ديمقراطي لو كان الملك حارص على الحقوق لو كان الملك يقابل شغله لو كان الملك واقف لو كان الملك يقيل لو كان الملك يدخل المسؤولين مثل الحبس لو كان الملك يعيد الحقوق لأصحابها لو كان الملك ما يسجن البسطة والكادحين نقول لكم فعلا بأنه هذا يمكن هو هذا الملك الخير والشريف وكذا ولكن خاصه يمشي عن الصحراء الغربية ويمشي اهتم بأمور المغاربة ويقابل المغاربة مقابلين على أنه يعود ملكهم وقابلين على أنه يعود يسيرهم ورئيس بلادهم الله يعاونهم الله يسخر لكن هذا ملك السوء هذا ملك السوء يبحث عن اللصوص يحطهم بظهائر ملكية ويحطهم على روسكم ويخليهم فم جاثمين يوميا العام على أخوه والعقد على أخوه يلين يدوهم من الأقبر وعافهم بأنهم فاشلين والتقارير جيه بأنهم فاشلين خالق منهم قاعد لي أعماله يوميا يشوفه هو دجاجة الملك يشوفه كل نهار يشوف أعمالهم هو شايف الفشل على الفشل على الفشل على الفشل ولكن مخليهم في الأماكن اللي هم فيهم لأنهم يخدمون مصالحه لأنهم لا عنده علاقة بالشعب هو ما عنده علاقة بالشعب هو ما عايش هون موهول موهول اكتبوا انتم رسالة واعتاصموا وسط الداخل المحتلة وقصوا القرار واعتاصموا عنده وابنوا الخيام وجودا قدقوهم عليكم فهم الله طيحوهم عليكم والله مشوا عدروا كيف علايات النساء اللي فام هيريز اللي معدرين النزوح جامعي صلت لهم حد تكلم معاهم حد قال لهم حد السلام عليكم قال لهم تعالوا ارجعوا من ويقول لكم قيسوا القرقارات والله السكنوا في القرقارات والله دخلوا القرقارات والله قيسوا السودان والله قيسوا التشاد والله احنا كافين عنا نرى نقاضي الغارات احنا محتل جاي لعائل الارض من اجل باش يسرق ثروات الصحراويين وانتقم منهم وينكل بيهم والمصيبة الكحلة انه هذا شي متكرر هذا شي متكرر هذا كيف كيف يلعاد خالق الدولة دخلت والله والله كيان دخل منطقة وعاد خدام يوميا على انه يبيد يبيد شعبها واليبادة ليست فقط دايما بالحرب والله هاي إبادة إبادة ثقافية إبادة اجتماعية إبادة الثروات الثروات الداخلة المحتلة كم فيها من الثروات البحرية كم 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 من الثروات البحرية منين هما الصحراويين عندهم شي كمين فم يرفض الحوتي قيسوا بها قدير ولا قيسوا بها اسبانيا ولا قيسوا بها اسم الحمرة كان حد من الصحراويين عندهم تكلم عن الصحراويين لحرارة خلوني من بياعة المخزن هذا كل حسبوهم حسبوهم عليهم وقلهم الدهم معاكم الدهم معاكم وفلان وعلان وكرت وزعتار وذوك ذوك اللي يشوفهم فلان من فلان وكذا رئيس الجيهة ورئيس مرعفاش وانا رئيس جماعة بير قندوس وانا رئيس جماعة الفيران زرار وانا رئيس القويرة قوير تاش قوير تاش القويرة اللي أصلا موجودة فقط في الكواط والليه موجودة على مستوى الواقع قولوا لي شكونوا ماي الصحراويين اللي مستفدين من ثروات من ثروات الصحراء الغربية بخصوص من الحوت مثلا في الداخل المحتل شكون منين عاد الشباب إذا هو قاعد تحت الحياة يشمس ما داخل عليه ما داخل عليه لمعاد الليل ما يروح عليه لمعاد الليل شوفوا كم من الأسر الصحراوية اللي ما يروح عليها الليل الليل شوفوا كم من الأسر الصحراوية اللي تنتظر نص قارطية نعاش نص نص باش يقول لك شوف هذي هذي يشتري بيها الحلوة للتركة والشي ثاني لا بغيت باش تعيش و باش تعيش هاوك التركة سيدي طلب برا باش تم دائما مربوط مع المخزن تم دائما عبد المخزن تتكلم يقتعوا عنك هذي نص قارطية قول لك هو أخباط راسك مع الحيد معامل لي تتكلم قول لي معامل لي تتكلم في الدول الديمقراطية هذي الآليات الآليات الابتزاز مي خالق لا مستحيل تعود فيها الآليات الابتزاز مستحيل ممنوع ممنوع الابتزاز ممنوع المواطنين كاملين السواسية حقوقهم الاجتماعية واضحة حقوقهم في الشغل واضحة حقوقهم في السكان واضحة مكان التعقيدات شوية شي طبيعي ما فيها التمييز والله هذا التمييز الصارخ والله والله المخابرات من قابلة تشوف تعدى الوقفة مثلا في الداخل المحتلة يقولهم شو حصولنا شكول لي جاء الوقفة جاء محمد جاء أحمد جاء سيد أحمد جاء ما نعرفاش جاء فلان من فلان جاء فلان يطلبوا من الداخلية والله يطلبوا من الديست يقولهم اعطونا تقارير على فلان يمشي يبحثوا على فلان يخلص لين عاش وفلانة تخلص حتى يام لين عاش تخلص نص كارتية ويعدلهم اللائحة ويتموا كيف حد يصيد مقابل وقت المناسب باش يحثفوا لفلانة نص كارتية ويقلعوا من فلان كارتية باش ينتقموا منه باش يركعوا باش يركعوا باش تركع غير تركع لاش تركع باش تقبض حقك تركع باش يسرع عليك القانون لا لا قانون هم الخاص هم معدلين قانونهم الخاص اللي بني على النهب والسرقة وهم يعني هم الذين يتحكمون في مصائر الناس يعني تعود عندهم الداخل المحتلة خاصهم يتحكمون في مصائر هاي الدشرة كاملة ما يمرق واحد عن سطر اللي مرق عن سطر يقلعوا منه ذاك اللي عاطينه هو اللي هو يعتبروه امتيازه هو حق لانه انت انت شنو هو الدولة ما معنى الدولة عندك يا المخزن يا الملك يا بيطانة السوق شنو هي الدولة عندكم الدولة عندكم هو انكم تحتكرون الثروات كاملة وتحتكرون القرار السياسي وتطلصوا يد المخابرات باش تفعل كل شيء في المغرب في حق الناس والله الدولة عندكم هي انكم توفروا الناس حقوقهم يعودوا يتكلموا يدافعوا عن حقهم وتفتحوا لهم المحكمة حتى هي تعود حتى هي تدافع عن حقوقهم بعدالة ونزاهة يمشي لها اي انسان يتخاصم مع الوالي يمشي يتدعى مع الوالي يتخاصم مع القائد يمشي يتدعى مع القائد يتخاصم مع الداخلية يمشي يتدعى مع الداخلية يتخاصم مع الماليك يمشي يتعى الماليك حتى هو كذلك ويقبض حق ويلاعد عنده حق هذه الدولة هذه الدولة غير انتم ما عندكم دولة منين هي دولتكم هاي اللي تكغل معنا منين هي هاي اللي تتفشحوا نبيها المملكة الشريفة لحظة عندها 12 عصر قرن والله ربط عصر قرن والله ميت قرن وفيها ما نعرف هاشو وفيها الشرفة هون وشوف الأميرات والأمرة وعندهم علاقات وكان السلطان فلاني وكان المولى ما نعرف هاشو والمولى كذا منين هذه المولى والسلطان والملك والدولة والحداثة والديمقراطية منين هي لما نشوفوا ناس يوميا اليوم نشوفوا ناس مع طاصمين اللي هم كذا وتسعين يوم وهم في الشارع يوميا خلوا اشغالهم وخلوا مسائلهم كاملة وعادت حياتهم مرتبطة بهذا المعتصم يوميا باشاش يقول لكم فقط اعطونا ترابنا اعطونا ترابنا ثم قرأتوا مننا ترابنا اعطونا ترابنا فقط ما قلنا لكم تعطونا كارتيات ولا قلنا لكم تعطونا هذا بحر ولا قلنا لكم تعطونا قرائم ولا قلنا لكم تعطونا نص الأقصر والله تعطونا ذلي ملك أخناتوش والله ذلي نحن قدرنا لكم يعطونا القرار يعطونا قرارنا قرار أبانا وإجدادنا ورغم ذلك لا أحد يستمع عليهم واليوم يجوهم يقطعون منهم ويقطعون عليهم الكارتية نحاول نشوف ماذا حدث لهذه المجموعة اليوم كل تضامن معها على اختلافنا في الخطاب وكذا والحسن الثاني الله يرحمه ماذا لا يرحم فيه ماذا لا يرحم فيه وهذا ماذا عدل ماذا لا يرحم والله هذا بن عمار حتى هو إلى ودعه ماذا لا يرحم يرحم بحقوق الناس يرحم بذي السرقة اللي هي فقالة النهار ذا الاستخفاث بحقوق الناس هو رجاج يرحم بفعله هو مجرم هو سارك هو تابع حقوق ملاييف الملاييف الملاييف الملايين اللي خالق منهم اليميت وخالق منهم حي إذن بالله تنشوفوا الشوقع للمجموعة اليوم اللي منعت من على أنها تتواصل معنا خناتوش العظيم ولا تشوفوا خناتوش العظيم موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة هذا بشر هذا هذا بشر يوفر لهم البوليس يوفر لهم الحماية والمخازنية والعامة سيدي والانحناء كيف إلا عادوا يعبدوا البشر هذا بشر وهذا ما هم بشر هذا هذا بلا حق هذا خاصهم يموتوا هذا خاصهم يتوفاوا خاصهم تحاصرهم هذا من الخوارج هذا خاص حد يرفدهم ويلحهم في البحر والمصيبة الكحلعة لأنه هذا اللي ورا الشاشة أهل التراب وهذا الوافدين شكل يجابهم بالله عليكم شكل يجابهم هذا من نهار جاوا للصحراء الغربية وجاها الويل ما خاصها خير صحراء الغربية ما خاصها خير ولكن من نهار جاوا هم يمصوا يمص الحوت مص الحوت الحوت انطر الحوت لا تخلي منه الشي في الحوت انطر الحوت أسرق وبيع أسرق وبيع شي البرلمان الأوروبي قلهم وإننا وإن السكان الداخل يستفيدون ويتدعون وكذا وإننا نعطوهم ثلاثة درهم في الشهر نعطوهم الصغير ثلاثة درهم ونعطوهم الكبير ثلاثة درهم والجميع الحمد لله هم برع وواكل وشارب وكل الجميع مستفيد من الثروة البحرية لذلك نحن ننبيع لكم الحوت بأعقل ثمن يالله تفضلوا بسم الله باشو ما باع السارق رابح هذا هو المشهد هذا هو المشهد دخلوا هذا جاءوا معهم الجوع ورهم يصرقوا من ثروات الصحراء الغربية من ساعة لدخلوا في تسعة وسبعين بعد إلى إلى الواد الذهب إلى يومنا هذا ورهم يصرقوا وما فاتوا الشبع ومزلوا وهم لا يشبعوا وهم لا يشبعوا لا يوفاهم الليلة ويجيبوا لكم قيس ويجيبوا لكم كابور يجيبوا لكم الشعيبية ويجيبوا لكم الأنواع اشتركوا في القناة 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 حسن الثاني كان يسرقوا من ثروات صحراويين باشي يسمن الخوانة فقط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باب طالب عمر اشتركوا في القناة 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 حتى لهم صوريات المقيتة مكادر بها لذا الشي حتى لابر تايد في جنوب الفريقية ما درت هذا الشي وحشوما هذا الشي حشوما 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 ثم باقينا نصبوا علنا الزيت ونحر غروسنا قاد نصبوا علنا لصاص نحن ونحر غروسنا يكسحناه انتوما قاد نديروها قاد نديروها قاد نديروها هلشي ما نتقابلينو ويا الصحراوية تعالوا كانين هنا الولاية معangoاتكم واخواتكم يентиخروا عنكم وظلوا媽 تديرونا يبلistics على حسابنا ونحن نقاعد ينكم هنا من الشمس وننحرقوا ونمنعوا التحفيظ ونمنعوا كل شي ونتحدى بكل حد من اجلكم تعالوا لماماتكم واخواتكم لا تنقابلنوهم باحدهم لما عو الشي من العرب والشي من الناس الصالحة تعالوا لماماتكم ساندوهم تعالوا لماماتكم ساندوهم الموت فرد والرقة ما يفرد وهنا ما هو مفروض علينا ما هو مفروض علينا باش نبقى ونحن أبيد ويبدأوا يجوعون يجوع كلبك يسمعك وينعال تصيل تنمر وينعال تصيل تبابك إلى عد ما تسمع ده ما نقابلينه وما نقابلينه وما نقابلينه والله حتى متحداكم يدكم تردوا ذلك ويرقياه ويدا ناردنا يدنا نقبضوها وخارتنا يدنا نقبضوها وذاك خنوشة اللي باح ما بايستقبلنا على الأراضي السلالية يدنوا يستقبلنا مرغم عنان فيه وأنا الشفارة اللي باع عرضنا للأشاني وباعها لكل حد وما لا مدد الدولة تحسبة تحسب ولا الفقارات تحسب ولا الضعافة وما لا يتسلم كل حد السلام عليكم ورحمة الله هذه الطريقة إذا سمعتوا القصة الظلم ظلم يعني ظلم ما بعده هو ظلم شعب كامل مظلوم والله شعبين يعني شعبين مظلومين شعبين شعبين شعب مظلوم ساكت جزء منه راه في السجن جزء منه أركب في البحار راه يموت في البحار جزء منه مشى لأوروبا راه عايش فيها في الدول الديمقراطية وحتى هذاك حتى هذاك اللي يمشى الدول الديمقراطية فيها جزء منه مزال عاش 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 يصبح عاش ويبات عاش ويفطر عاش ويتغدى عاش ويتعش عاش ويتعقب عاش وإلى بغى حتى يعتص يقول عاش وجزء صامت صامت يتفرج ينتظر الفرج يطح من السماء ينتظر على أنه يجي شي فريق من المخلوقات الفضائية باش يغير الوضع في المغرب والشعب الصحراوي جزء منه موجود في المناطق المحتلة رعي الممارسات اللي تعدم في حق الممارسات رعي كما تشوفوها يقلع منك كل شي يلحقوا معاك إلى الأرض حتى هي يقلعها منك حتى أرضك لا أرضك يجوك يقول لك نحافظوها ونعطوها الفلان بن فلان ونعطوها المستثمر الفلاني وانتح رأسك انتبع الحياة يعتاصم اليوم ومعتاصم اغدهما عندهم تبارك الله من البوليس ما يكفي وعندهم من المخابرات ما يكفي وعندهم من الإدارات اللي ممكن على أنها تتحدىك انت وتبتزك وتعدم فيك ذاك اللي يبغات ما يكفي ولا يقد حد من أهل الدشرة على أنه يلتحق من المعتصم اللي يلتحق من المعتصم يقلعون منه القارطية تبع عندك اللي الكارطية أقصى شي عندك أقصى شي تتوفر عليه لا جامعة ولا قراية ولا مدرسة في المستوى ولا أزين تشتغل فيه ولا إدارة انت مكانتك فيها بعد ما مشيت الجامعة ولا بعد ما قريت ولا بعد ما تحصلت على ديبلوم ما عندك هذا الشي عندك اللي تبقى عبداً للكارطية ومن يتعود عبداً للكارطية ما تدقى تتحرك ومكتف ولا يقد حد من أهل الدشرة يجي لهاي المعتصمات يتضامن معهم لأنه لا يتقعد من الكارطية ويقعد الله الله ويعود حتى ويبكي مع الباكين في الشوارع وفي الأزقالة أحد يصنط له الملك رأو صار وريا قدي تفرج في هذاك شي قاضي الغراض واخنة وش العظيمة قاضي الغراض وفي الأن قاضي الغراض وزريبها كاملة قاضي الغراض من زبانية الدكتاتور وذو كل تحتها والدكتاتوريين راهم منفذين التعليمات حتى وما باش يتم محافظين على مصالحهم واحد محافظة للولاية واحد محافظة للبيشوية واحد محافظة للسيارة الخدمة واحد محافظة للتليفون والماندازين وكراطين التموين وبونات المازوت وكذا باش يتم حتى هو عايش والشعب الشعب را تنقلع منه حقوقه مرحلة بمرحلة مرحلة بمرحلة قلعوا الطاقة الشمسية قلعوا التراب قلعوا البحار قلعوا الفصفات قلعوا ضلايك الإقرار شوف الله شوف الله اعلمش لا يقلعوا منكم اغداء إذا نعود وأكد مرة ثانية على أنه بالنسبة للسحراويين وهذا ليس رأيا ملزما لأحد ولا يعتور نصيحة لأحد لأنه حتى أنا نفسي محتاج للنصيحة لكن فقط باش نقول لكم لأنه إزاء هذه الممارسات اللي نشوفها يوميا وبحكم معرفة نقباله بما يزري داخل هذه المؤسسات وإحنا تعرفوا بأنه كنا في مؤسسة إعلامية عمومية مغربية تمشي للأحزاب السياسية من أجل التغطية دكاكين سياسية طبعا تمشي لرئاسة الحكومة أو ما يسمى بها رئاسة الحكومة للتغطية تمشي مع الوزير الفلاني تمشي مع المسؤول الفلاني عارفين حقيقتهم هذو ناس لا علاقة لهم بالحقوق ولا مستقبل معهم وحد نجاه مولانا يرفدوا من وسطهم حد باغي ينجيه مولانا ولا تلا يعيش الرعب ولا تلا يعيش هذا الظلم المتنامي يرفدوا ويطرحوا أخي يطرحوا الله في الإخلاق اللهم قالوا اسمه ولا ولا أعمار تسوي هذو الشي من الأسواو هذو الشي من الأسواو انتما هذو المجموعة كل اللي معتاص بي وذول اللي مقلوعة من حقوقهم وذول مناضلات المناضلي اللي ينكل بيهم في المناطق المحتلة ما فيكم حد ما عنده تبارك الله امتداد عائلي ووسري وإلى ما عاد شرف النسب فم شرف الفعل إلى ما عاد فم شرف النسب فم شرف الفعل يغير ما يقدركم سووا ما يقدركم ما يقدركم سو سووا ما يقد ما يقدر يتعامل معاكم لأنه سووا شوفوا سووا شو معدل طرق هذا سمعتوه كاملين هذا سمعتوه به اللي صادر عن سو هذا سو هذا النظام سو هذا اللي يخدمون مع هذا النظام سووا خاصهم يعدوا سواوا خاصهم ما يقدروا الناس لا يضعونهم في مقاماتهم ما قط أصلا طرحوا الصحراويين في مقام يليقوا بالصحراويين دائما يتعاملوا معاكم بمعاملة سو لأنه هذا نظام سو إذا شو بغيته من سو ويكبر ما يكبر ما يكبر ما يكبر ما يقدر ما يقدر الناس به وليه أصلا ما عنده تقدير تقديره هو الفضاء تقديره هو هو المال هاي ليلي اللي شادينتم أخبارها أنا أعرفوها أنا أعرفها سابقكم سابق ما تسلط بكم سابق ما لأنه كانت قابضة جانب ثانية في ما يسمى برئاسة الحكومة المغربية كانت اطلقوا 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 هي والسلاليق اللي معاها لقوا في ما يسمى بأطنع شرقان قال لك من الحضارة احتفالات المغرب بي 12 قرن من الحضارة اي 12 قرن يغار أصلا عدل ذلك البرنامج لقوا به الفضاء ولقوا به الفضاء يلين يلين مارغت يلين عادوا يقلشوا الفضاء وذارك ذارك رأم صاد دين شوركم بيهم اللي جابروا شي فهم ولي جابروا شي يوكلوه فهم وله يتم صاد دين عليكم فهم يلين يوكلوكم يلين ما تلوي يجربوه فيهم هذه الحقيقة إذن الدولة الصحراوية هي الحل على الأقل إني تتكلم مع صحراوي تقدم تتصاك معه ولا تبط ولا يبطك والله المهم على الأقل فهم لغة فهم لغة له يطحك في مقام معين أما هذا السو هذا السو لا تموت تتكلم معه هذا السو لا تظن على أنه لا يعطيكم حقكم رغم تكذبوا على روزكم هذا السو اللي تظنوا على أنه رهي يقفوا يقفوا يستقبلكم يقولهم أفتحونهم لباريير دخلوهم شوري باش نشوفهم وهو أصلا جايت التعليمات هو عارف على أنه هو أصلا يعني عايش عايش قصتكم عارف عارف ذا الواقع لكم وعارف بأنه أصلا هاي تعليمات سيدو ما يقد يكسر كلام سيدو لأنه سيدو سو وهو سو وخيعد ملياردير إذن هذه الحقيقة في كل الحالات احنا منضامنين معكم مهما كان خطابكم احنا منضامنين معكم ومنضامنين مع العائلة ذيك اللي في الرباط حتى ذيك اللي في الرباط واللي قالت فينه شي ما يلتا تقوله غير ما فهم مشكل احنا ما نوقفوا عنده ما نوقفوا عنده به اللي الظلب ما نقدو عليه واش قالي لعا جاي من النظام سو ما نقدو عليه سواهم كيف ما كانت قراءة قراءة الضحية لكلامنا لا نبغي لا نبغي ابتيازا ولا مصلحة ولا قط ابحاثنا عن المصالح معاهم ولا قط كنا كما يفعل بقية اللصوص ومساحية قالوهم الكابة كما يقولون في المغرب تحياتي لكم والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو آخر لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو وبالنسبة للناس اللي يتابعونا بين الله تعالى على اليوتيوب ان يقوموا بالاشتراك في القناة والمشاركة في هذا الفيديو وكذلك وضع جيم للفيديو لمحاربة طبعا جيش العياشة الذي يستهدف الفيديوهات كذلك على مستوى قناة اليوتيوب أحييكم أينما كنتم وان شاء الله الرحمن الرحيم نسمعوا خير عن كل الصحراوين والصحراويات وكذلك عن كل الأحرار والحرائر في المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم الجميع له في يوم الأيام أكيد بإن الله تعالى في يوم الأيام يصبح كل ما نتحدث عنه جزءا من الماضي تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي